يعني فيه أغاني كتير جددوها المغنيين يعني مثلاً حسين الجسمي جدد أغنية باللغة العربية الفصحى على ما أعتقد كان عبد الوهاب مغنيها مش قلت أذكر الكلمات مضناكة جفاق بالزبط هذه من أجمل الأغاني وصارت الناس تسمعها وشباب صغار تسمعها وقدش كلماتها صعبة ولكن هي قريبة من القلب جدا مضناكة جفاه ومرقضه أغنية رائعة رائعة جداً إثباتاً لكلام مرام أنه يعني كنت أستغرب أنه الشباب اللي بيجوا بحفلات يعني بيحضروا حفلات ويطلبوا مضناكة يعني بالزبط لما بي يعني الشكر لحسين الجسمي أنه عرفنا على هذه الأغنية هذا اللي عم بيصير عرفت كيف بفضل أصوات قوية رهيبة محافظة على الجملة الشرقية والأغنية الشرقية في الغناء عم بيطوروا الموسيقى التوزيع اللي بالتالي عم بيحبوا الجلج أسأل بهذا الموضوع أو سؤال من قسمين أولاً أمور من هذا النوع ما بتحتاج طاقم فني حول الشخص حول المبدع حول الفنان وفي الكثير من الأحيان ما بيكون موجود طلع هو الأفضل أنه يبقى فيه كاست اللي هو بيساعد فيه تقديم يعني أحسن أحسن نتيجي للأغنية تبقى بإطار جديد أي نعم القصة مش كتير سهلة أنه بتاخد أغنية من الكلاسيكيات وبتحط لك بس درامز ولا بتحط آلة غربية وخلاص لا بديكون فيه تجديد في التوزيع بديكون فيه برضو إبداع رؤية فنية أكيد إلى إعادة الإنتاج طبعاً أكيد سؤال واضح ومباشر هل ممكن تعيدي أغنية طرابية كلاسيكية على سبيل المثال شوف أكون متطرف آتينا في جتار كهربائي مثلاً فيها طبعاً لا ممكن يكون غيتار بيس ممكن يكون غيتار عادية وممكن كمان غيتار إسبانية اللي هو كتير أنا بحبه قالتك الموسيقية المفضلة عسيرة الغيتار وهاي شو هي قالتك الموسيقية المفضلة أنا بحب الأنون جداً كلاسيكية بحب العود بحب الناي حعس في عود التخت الشرقي آه شوي يعني هيك بدندن لحالي هل هو التخت الشرقي للأسير اللي هو العود، النايل، كمانجة، القانون، ورق طبعاً في طلب أجا من الكنترول، أنا مش غادر أمره عليه متأسف إنه عم منقاطع إسه إنه طلبه مضناك نسمعها ندندنها مش نسمعها بدنا ندندنها هل ممكن؟ ممكن على أساس إنه بتأمل إنه متذكري كل الكلمات لا نحاول حتى لو اللازمي أو المقطع الأول وكأنه ورحم عوّده حيران القلب معذاب مقروح القفن مساهده الله، الله، إسا أنا شو بدي أعمل؟ هذول وراء أعداد الحلقة أعطيهن لمرام كم للحلقة عزيزتي أكمل الحلقة خلاص؟ أنا خلاص افتفت أفضل جميل، الصوت جميل شكراً شكراً تسلموا عن جد الفن الطربي الأصيل عن تتهربي خلاص كم للحلقة؟ أنا محل تاني فعلاً في قشرة عريرة بيصيبكم لما تسمع صوت جميل مثل هذا الصوت والواحد كأنه بتاخذ الكلمات بتاخذ بالصوت أكتر ترجمة نانسي قنقر